حلوة الاهل وجماهيرو حلوة الحماس اللي عندهم بس اكيد انتو اخدتوا بالكم من اللقطة اللي اتزعت وجمالها اينما حضر بيبو اينما خطف الاضواء من الكل بص كابتن محمود الخطيب بص اللقطة دي بقى ومشيها لنا واحدة واحدة عم بيومي بص بيشكرهم شكرا بيشاور لهم وشكرا بعدين ها بص شايف الحركة بتادي ايه? لا بقى خلاص كفاية بقى بيبو ارجع 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 واحدة واحدة ارجع واحدة انا حب اخب بالي ايه? حب اخب بالي من التفاصيل فالجماهير اول لما شافت كابتن محمود الخطيب احتفاء غير طبيعي وتوبيس البعثة بالكامل متواجد واللعيبة والاطقم الادارية والاطقم الفنية وكل الناس موجودين مع النادي الالب كابتن محمود الخطيب عنده سنس عنده حس شكر الجماهير اللي كانت موجودة في اللقطة اللي بعدها يا لقطة يعني تفهم منها دايما شغل الكابتن محمود الخطيب شغل الجماعة شغل المجموعة شكرا شكرا بسقف لهم بيشكرهم ها وشاورلوهم تمام تمام شكرا شكرا بعدين ها لا الاهلي بقى الاهلي كلنا ها الاهلي بقى مش الخطيب بقى بس الاهلي بقى كل المجموعة شفت الجمال والحلاوة اللقطات اللي زي كده لازم تاخد بالك منها اللقطات اللي زي دي مهمة لان هي تدي لك انطباع اه الاهلي بيضارس زي في في الوقت الراهن يديه لك انطباع انه الكابتن محمود الخطيب دايماً يحب روح المجموعة ويحب اللي ياخد دايماً السوكسي مش الكابتن محمود الخطيب هو غصب عنه اينما حضر هيبقى فيه الاضواء عليه لكنه لا الفرقة لا المجموعة الاهلي شاور لهم كلهم من اللقطات الحلوة من اللقطات الحلوة كمان تنظيم جمهور النادي الاهلي في المسافات ما بينه وما بين بعضهم في استقبال بعثة النادي الاهلي الأجواء حلوة والأجواء فيها حماس حياة كبير جداً جداً تبعث على التفاؤل فيه اجراءات احترازية مشددة جداً جداً يعني بيتم اتخاذها ولذلك برضو وفيه متابعة كانت مستمرة خلال الايام اللي فاتت مش اقول بقى الساعات خلال الايام اللي فاتت فيه دور كمان كان مهم جدا لالكتور محمد شوقي رئيس الجهاز الطب بين النادي الاهلي سافر قبلها بفترة وكان متواجد علشان يعرف يعمل كل الأمور او يرتب كل أمور فإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لنادي الاهلي ولبعثة النادي الاهلي اللي سافرت ووصلت الى الدوحة بالمناسبة البعثة بيئة الكامل أجرت المسحة الPCR المسحة الطبية للكشفة عام فيروس كورونا وكل واحد فيهم في قوضة معزول تماماً لحد ما تطلع نتيجة المسحة يعني مش نعمل المسحة بعدين تطلع نتيجة بحوالي بعضينا لأ الأفكار دايماً خلاص بقت مختلفة والتعايش مع فيروس كورونا الحقيقة بقى واضح وصريح انه فيه تعامل دولي كبير وفيه مش هقول فهم بس محاولة لتجنب تأثير الفيروس